من رسالة القديس بولوس الأولى إلى أهل كورينثوس الإصحاح الأول بولوس يشكر الله على مواهب المسيحيين في كورينثوس من بولوس المدعو بمشيئة الله ليكون رسول يسوع المسيح ومن الأخي سستانس إلى كنيسة الله في كورينثوس إلى المقدسين في المسيح يسوع القديسين المدعوين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان عندهم كما عندنا نعمة لكم وسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح إني أشكر إلهي في كل حين لأجلكم على نعمة الله المعطاة لكم في المسيح يسوع لأنكم قد أغنيتم فيه في كل شيء في كل كلام وكل علم وهكذا ثبتت فيكم شهادة المسيح حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما وأنتم منتظرون تجلي ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا وأن لا يكون بينكم شقاقات بل تكونوا مكتملين بفكر واحد ورأي واحد فقد أخبرني عنكم يا إخوتي أهل خلوة أن بينكم خصومات أعني أن كل واحد منكم يقول أنا لبولوسا أو أنا لأبولوسا أو أنا لصفا أو أنا للمسيح ألعل المسيح قد تجزأ؟ ألعل بولوسا صلب لأجلكم؟ أو باسم بولوسا اعتمدتم؟ أشكر الله أني لم أعمد منكم أحدا سوى كريسبوس وغايوس لألا يقول أحد أني عمدت باسمي وعمدت أيضا أهل بيت استفاناس وما عاد ذلك فلا أعلم هل عمدت أحدا غيرهم لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر لا بحكمة كلام لألا يبطل صليب المسيح فأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قدرة الله لأنه قد كتب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء فأين الحكيم؟ وأين الكاتب؟ وأين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ فأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة ارتضى الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكراسة لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة أما نحن فنكرز بالمسيح مصلوبا شكا لليهود وجهالة لليونانيين أما للمدعوين من اليهود واليونانيين فالمسيح هو قدرة الله وحكمة الله لأن مستجهل الله أحكم من الناس ومستضعف الله أقوى من الناس انظروا دعوتكم أيها الإخوة فليس فيكم كثير من الحكماء ولا كثير من الأقوياء ولا كثير من الشرفاء بل اختار الله من العالم ما كان جاهلا ليخزي الحكماء واختار الله من العالم ما كان ضعيفا ليخزي ما كان قويا واختار الله من العالم ما كان خسيسا وحقيرا وغير موجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمام الله وبه أنتم في المسيح يسوع الذي صار لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء حتى يتم ما كتب من افتخر فليفتخر بالرب ترجمة نانسي قنقر